مهمة جديدة هي الثانية والعشرين لخدمات الإمداد الفضائي أطلقتها سبيس اكس على متن المكوك سبيس فالكون 9 إلى محطة الفضاء الدولية وحملت الرحلة على متنها نحو 128 حبارا صغيرا إلى المحطة الدولية بالإضافة إلى 5000 حيوان مجهري الهدف من إرسال هذه الكائنات هي محاولة لفهم تأثير رحلات الفضاء عليها وتحديدا التفاعل المفيد بين الجراثيم والحيوانات حيث تتمتع كائنات الحبار بجهاز مناعي مشابه لجهاز المناعة البشري ويؤكد العلماء أن هذه التجربة يمكن أن تساعد في تطوير تدابير وقائية للحفاظ على صحة رواد الفضاء خلال مهماتهم الطويلة في الفضاء تعتمد الحيوانات بما في ذلك البشر على الميكروبات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي نحن حتى الآن لا نفهم تماما كيف تغير رحلات الفضاء هذه التفاعلات الإيجابية لذلك نحاول فهم تأثير الفضاء على جهازها المناعي لنفهم تأثيرات الفضاء على الجهاز المناعي البشري يتم تخزين صغار الحبار في أكياس صغيرة بها صمامات للسماح بدخول مياه البحر إلى بيئتها وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إرسال الحبار إلى المدار فقد أرسلت ناسا حبارا إلى الفضاء في عام 2011 بالإضافة إلى الحبار أرسلت ناسا خمسة آلاف حيوان مجهري تسمى الدباب المائية ومن المعروف أنه يمكن للحيوانات المجهرية أن تتكيف مع بيئات أقسى من معظم أشكال الحيوانات الأخرى وهو ما يجعلها مثالي لدراسة كيفية استجابة الحياة والتكيف مع أقسى البيئات وهو ما قد يعطي فهما كافيا لتأثير الفضاء على الجهاز المناعي البشري ترجمة نانسي قنقر